نمضي ونتوصل وشاهدين العزاء عبر صباح الشروق على الهواء مباشرة إلى المدينة المنورة ومسجد قوبا هذا المسجد الذي ارتبط بهجرته أعظم وأحسن البشرية وأفضل البرية تجتمع في المدينة المنورة مجموعة من الأماكن المقدسة التي يرتادها الحجيج أثناء زيارتهم إليها في موسم الحج ونقف هذه المرة في زيارتنا لها عند مسجد قوبا والقبلتين فمسجد قوبا هو أول مسجد أسس في المدينة المنورة فقد خطه الرسول صلى الله عليه وسلم بيده عندما وصل إليها مهاجرا من مكة المكرمة فهو أول مسجد انطلقت منه الشرارة الأولى للدعوة الإسلامية واغترنت زيارته بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم والذي قال فيه من أتى مسجد قوبا فصلى فيه صلاة كان له كاجر عمراء وبالتالي فإن تدافع الحجيج من كافة بلدان العالم للصلاة فيه أمر موتاد حيث يجتمعون فيه دون فوارق في العراق والأنساب والجهات وأن الذي يجمع بينهم هو الدين الإسلامي الحنف فليس غريبا أن تلتقي جمع المسلمين من كل بقع العالم في هذا المسجد الذي مهد للدعوة طريقها نحو الانتشار وتأخذنا الزيارة الثانية هذه المرة إلى مسجد القبلتين والذي يقع في الجزء الجنوبي للمدينة المنورة ويبعد خمس كيلومترات عن الحرم النبوي الشريف وسمي كذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا فيه صلاة واحدة إلى قبلتين وذلك لأن القبلة كانت آنذاك إلى بيت المقدس فجاء الأمر الرباني بتحويل القبلة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في صلاتهم بالتحول إلى قبلة الحرم المكي فالصلاة والدعاء وقراءة القرآن وترديد الأذكار تكثر في هذه الأماكن ويجتهد الحييج والمعتمرين فيها بشدة فربما لا تتكرر الزيارة لها ويبقى الحنين فقط إليها والبقاء في تلك المساجد ولو لدقائق معدودة يبعث في النفس الطمانينة والهدوء والراحة وبادت المزارات المقدسة بالمدينة المرورة هذه نوعا من السياحة الدينية التي تعتمد عليها المملكة العربية السعودية حتى في جوانب دخلها القومي وشكلت ما يسمى بالسياحة الدينية حوالي نصف إجمال قطاع السياحة وأدى ذلك إلى نشوي جيل جديد من المرافق الفندقية المتميزة ونشاد على إثرها الضيافة المتطورة مضعوم ذلك بأسطول فاخر من وسائل النغل الحديثة وخصوصية المدينة المنورة في أشهر الحج تتعدها إلى خصوصية أخرى فالتوافد الإسلامي عليها من كل بقاء العالم أطفى عليها الكثير من مصادر الجمال الإنساني المرتبطي بالدوافع الإيمانية والحنين الفطري لهذه البقعة الطاهرة فالحنين هنا لا يغتصر على البشر فقط فالطيور كذلك ساقها الشوق إلى تلك الأماكن لترتبط بالإيمانيات التي تسود المدينة هذه الأيام تشارك الحاجية الروحانيات بالتصبيح والذكر في هذه المساجد المقدسة خالد بشير الشروق المدينة المنورة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر